سمعت عن المستريحين؟ صدق سؤال قريب عليش أنا أسف مين اللي ما سمعت عن المستريحين؟ الناس اللي قررت تكسب ملايين وهي مستريحة عن طريق النصبة على ناس عاوزة هي كمان تكسب وهي مستريحة من غير ما اللي اتنين يتعبوا ويعملوا أي نصاط عليه القيمة يجيب فلوس حلال فخلينا أعدل سؤالي سمعت عن إن فيه خيار وفقوس حتى بين المستريحين؟ يعني حتى وسط النصابين؟ وهل سمعت عن إن المستريح اللي طالع من ظهر الحكومة بتبقى ليه مميزات غير النصابين التانية؟ مستغرب؟ طيب خلينا أكلمك عن سيادة العقيد المستريح هاريسود عقيد؟ آه والله عقيد جيش كمان تسعب شايف تسعب شايف في البداية خليني بس أفكرك بحاجة كنا تكلمنا عنها قبل كده لما فتحنا حوار المستريحين ده الحاجة دي ضرورية ولازم نكررها يعني لعل وعسى إن يكون سبب في إننا نفوق حد ممكن يكون ضحية لمستريح أو نصاب جديد من اللي بيظهره كل يوم والتاني الحاجة دي هي إن الطمعة هو الغريزة أو الشهوة اللي النصاب بيشتغل عليها في اللي قدامه الطمعة هو الهدف بتاع النصاب اللي اتنين عايزين يكسبه بسرعة ماكسب كبير بس فيه مواحد أسكى من التاني وطبعا واضح إن النصاب هو اللي أسكى سنة ربنا في الكون إن المكاسب اللي بجد بتيجي بعد تعب وجهد وصبر لكن إنك تكسب وإنت مستريح دي معناها إنك زبون لأي نصاب معجي في الشارع بس للأمانة فيه نوع تاني من الناس اللي بتدي فلوسها للمستريحين يعني دول نسبتهم قليلة جدا من ضحاياهم يعني ممكن نقول إن نيتهم مش وحشة بس برضو للأسف استسهلوا الطريقة اللي يشغلوا بيها فلوسهم النوع ده هو الناس اللي بتشوف إن فوايد البنك حرام فبيقول لك أنا أطلع فلوسي من البنك عشان أهرب من الإسم الشرعي وشغلها مع أي حد بحيث أخد مكسب كبير وفي الوقت نفسه يبقى حلال من غير حرمانية وهنا بقى بيدخل النصاب أو المستريح ويقدم نفسه على إنه هو الباب الآمن لاستثمار فلوسك من غير الحرمانية دي النوع ده وإن كان حسن النية بس برضو كان لازم يعني اكتهت شوية ويتعب حبتين في التدوير عن أماكن أو شركات أو مسارات مأمونة وموثوقة لاستثمار فلوسك وإذا كان من حسن حظ بعض الناس إنه هم حتى لما اتنصب عليهم من المستريحين كان المستريحين دول نصابين عادي بحيث إن الإعلام ممكن يبين فضايحه لكن لما يتنصب عليك بقى من مستريح باشا حتى الإعلام نفسه هيكون حساس جدا في التعامل مع حكايته ويعمل حساب للجهات الحساسة اللي هو جاي منه بالتالي ممكن تخسر فلوسك وكمان الإعلام نفسه مش هيوقف معك بشكل كامل عشان ينصب باشا والبشوات اللي بيحكموا البلد مش عاوزين كلام كتير عنه عشان ما يلطهمش وهنا بقى نخش في قصة المستريح الباشا اللي عاوزين تكلم عنه المستريح أو النصاب ده اسمه عمر محمد فتحي وكان زابط مهندس في القوات المسلحة وتحديدا في القوات الجوية خرج من الخدمة برطبة عقيد وهنا بقى اللغم الكبير في الحكاية بتاعته اللغم اللي مخلي حتى الإعلام خايف إنه يفتح ملفه بالكامل زي ملفات بقى المستريحين لأنه كونه زابط سابق في الجيش بيخلي الكلام عن موضوعه إساءة للمؤسسة المقدسة اللي محدش بيقرب منها إلا وهو بيضرب تعظيم سلام وبيغني تسلم الأياء دي مهما ارتكبت أو ارتكب أفرادها من كوارس وطبعا انت عندك نظام كامل استغل سمعة الجيش وسط المصريين واحترامهم ليه وقدم نفسه على إنه هو المخلص من الإخوان وإرهابهم وحكمهم ولما الناس سلمتوا البلد عمل فيها اللي حسني مبارك نفسه مع ملوس لدرجة إنه فرط في جزرتين من أرض البلد وعمال يستلف وياخد قروض ويدمر لاقتصاد وكل محد يتكلم ولا يشتيكي تنطف وشه اللهجة السخيفة بتاعته إنت إزاي تشكك في القوات المسلحة إزاي تتهم الجيش في وطنيته وزي ما حطينا قاعدة بتقول إن الطماعة هو هدف النصاب محتاجين برضو نحط قاعدة بتقول إن تقديس أي شخص أو مؤسسة هو مبرر لتمرير جرائمهم من خلال إرهاب الناس ومنعوهم من الكلام عنه عمر محمد فتحي ده أو العقيد عمر دخل على الناس بالبريستيج والهيبة اللي واخدهم من شغله السابق في الجيش في مناخ الناس فيه بيتخاف من أي حاجة ليه علاقة بالجيش وكمان مناخ بيخلي الناس عندها ثقة إن أي حد من المؤسسة العسكرية الأبواب مفتوحة قدامه والبلد كلها بتاعته وبالتالي فلوسك معه في أمان والراجل شبعان بقى مش هيبص لفلوسك عمر كان مشغل معه ناس زميل ومن الجيش كانت مهمته من هما يجبوله زباين ويطمنوا الناس عن طريق إنهم يقنعوهم إن مستحيل واحد من الجيش ينصب على الناس وديتيجي برضو وتحديدا كان مشغل معه اثنين زميل الاتنين دول كانوا أول ناس باعت الضحايا اللي هما نفسهم وصلوهم بالعقيد عمر ووقت ما تفضح الاتنين دول قالوا للناس ما لنشدع والقانون لا يحمل مغفلي وراحوا اخدوا فلوسكم منه بقى واعلى ما في خلك وركبوه واحد من الاتنين دول هرب على السعودية والتاني نقل إقام تلسينة عشان هما الاتنين يبعدوا عن الضحايا المهم عمر باشا أو العقيد عمر استغل سمعته كظابت جيش وراح عامل شركتين كبار سمى كل واحدة فيهم مجموعة واحدة منهم اسمها الكابتن ودي اشتغلت في التصديل والاستراد والتانية اسمها نيو فورس لاستثمار العقاري وكان مقرهم في مصر الجديد وكان عنده بيزنس أجهزة كهربائية في شارع عبدالعزيز في العتبة وكانت الناس لما تروح شركاته بتلاقي مكاتب فخمة وهي اللامان وموظفين ومنظر مرسوم يعني بالشعرة وده خلى الناس تقولك ده راجل برينس وما كانش فيه أي حاجة ممكن تطرح أي شك عليه أو على نشاطه العقيد عمر اشتغل في كل حاجة الكافيهات والمطاعم والتصدير والاستراد والعقارات والأراضي والأجهزة كهربائية وحاجات تانية كتير واستغل لتوسع استثماراته فإنه يحبك على الناس مظهر رجل الأعمال الحوت اللي شغال في كل حاجة وزي ما قلنا زق ناس منهم بعض زميله في الجيش عشان يجمعوله فلوس من الناس اللي مستعجل على الربح السريع الكتير وبدأ مشواره كمستريح من نوع جديد ومختلف أنا الحقيقة بشكل شخصي سمعت أحكايات كتير من الناس وقعوا فريسة للعقيد عمر ده الحكايات دي تخليك محتار يعني تحزن على الناس وفلوسها اللي ضاعت ولا تستغرب من استعجال الناس على المكسب ومغامرتها بفلوسها في الظروف أزمة كبيرة زي اللي فيها مصر والعالم دلوقتي الناس جريت على العقيد عمر وصبت فلوسها في حجره ناس اديت له تحويشة عمرها وناس اديت له مكافئة نهاية الخدمة اللي طلعت بيها بعد المعاش بعد عشرات السنين من الوظيفة في الحكومة وناس أخدت قروض عشان تستثمرها معها واتنوعت المبالغ بقى اللي الناس حطتها معها من الالاف لمئات الالاف للملايين فعلا كان فيه ناس حطها معها ملايين وبعضهم ادالوا بالعشر مليون جنيه ووصل عدد الناس اللي حط فلوسهم على العقيد عمر حوالي الفين شخص جمع منهم مليار ومتين مليون جنيه العقيد عمر من جبروته وعدم أمانته كان مشغل أبوه معاه عشان يجمع له فلوس من الناس ويدير بعض مشروعاته وزي وزي أي نصاب أو مستريح بلغة اليومين دول كان حريص إنه في الفترة الأولى على الأقل يدفع الأرباح للناس في معادها وكان بيديهم إصالات موقعة منه هو شخصيا وأحيانا كان بيكتب للناس إصالات أمانة الطريقة دي في الشغل بالثقة دي زودت ثقة الناس فيه فزاد الناس اللي بيحطوا فلوسهم معاه لدرجة إنه عشان يكسب ثقة الناس فيه أكتر كان بيوريهم دفاتر إصالات وورق عليه ختم هيئة الاستثمار عمر كمان زي وزي أي نصاب أو مستريح كان في الأول بيدي الناس أرباح كبير عشان يطمعهم زيادة ويسكتهم ويكسب ثقتهم ووصلت الأرباح لخمسمائة جنيه على كل عشر تلاف جنيه بس رغم كل ده إحنا بنتكلم عن فيلم مكرر حصل وبيحصل وللأسف هيحصل كتير والفيلم ده فيه لحظة محورية بتبدأ الأحداث فيها تاخد منعطف أو منحنة تاني وتبدأ قصة الانهيار والسقوط سواء سقوط النصاب أو سقوط أحلام ضحاياة في المكسب السريع اللحظة دي كانت مع تعويم الجنيه الأول مرة في 2016 وقطع طبعاً الدولار عيلي والسوق ارتبت والعقيدة عمر مع الموقف ده بدأ يتأخر على الناس في دافع الأرباح التأخير زاد ولما الناس بدأت تشك وتسأل عن أرباحها وفلوسها بدأ يتحجج بالأزمة اللي في البلد وعلى ما وصلنا لأول 2017 كانت الفلوس المستحقة للناس كأرباح عند العقيدة عمر ووصلت أرقام فلكية والشك بدأ يخلي الفران تلعب في عبوهم لما الشك زاد عند الناس كتير منهم بدأ يطالب عمر بأصل الفلوس أو المبالغ اللي ليهم عنده وشيل ده عنده عمر تحده من ده العقيدة عمر لما لقى القصة وصلت للوضع ده عمل اجتماع مع الناس اللي حطين فلوسهم معه في نادي كبير في القاهرة وحضر الاجتماع مئات الناس من اللي ليهم عنده فلوس خلال الاجتماع قال لهم اسبروا عليها اسبوعين بس لأني بخلص ورق بتاع يعني شوية مشروعات كده وشوية إجراءات رسمية وده سبب التعطيل في صرف فلوسكم الناس طبعا ما كانش قدامه بير انهم ما يستنى وده اللي كان عمر محتاج له بالزبط ان الناس تقوله حاضر هنستنى لأنه خلال فترة انتظارهم دي وقبل ما الاسبوعين يخلصوا كان هو اتبخر واختفى تماما برضو زي ما حصل وبيحصل في كل قصص النصابية اختفى بعد ما شفط فلوس الناس الناس يعني جت لها صدمة خلت بعضهم يتوفى يموت فعلا فيه ناس ماتت بسبب اللي حصل ناس تانية راحوا بيته لقوا فص ملحه داب لا لقوا ولا حتى لقوا عياله حتى عياله طلعهم من المدارس وهرب بيهم عمر راح سيوى وفضل ابوه في القاهرة بيخلص له شوية حاجات بس بعيد عن عيون المودعين فالناس راحوا شركاته اللي في مصر الجديدة وسألوا عليه وطلبوا فلوسهم بس الموظفين قالوا لهم بح بلح مفيش فلوس وروحوا للنيابة لو تحبه لكن بالصدفة معلومة راحت لبعض الناس ان ابو عمر بيحول يبيع كافية من الكافيهات اللي بيملك ابنه فالناس بلغوا الشرطة وتقبض عليه والنيابة حبسيته على زمة التحقيق بعد ثلاث سهور كان عمر مستخبي خلالهم في سيوى الامن وصل لمكانه وقبض عليه وتحول للنيابة وبدأت التحقيقات اللي وصلت للقضاء والموضوع اتعرض على المحكمة الاقتصادية في التجمع الخامس وطبعا نتيجة سعي الناس ورحقها الموضوع وصل للإعلاء وهنا الناس اكتشفت ان حتى وسط النصابين والمستريحين في خياره فاقوس ازاي؟ لان نتيجة ان عمر كان عقيد سابق في الجيش التغطية الاعلامية للقضية كانت ضعيفة جدا لان كل خايف يقرب من اسرار الموضوع عشان الجيش ما يزعلش وبينما اسماء المستريحين التانين في كل القضايا بتتنشر كاملة هنلاقي اغلب وسائل الاعلام بتنشر اسم عمر بالحروف الاولى عمر ميم فيه وما فيش ولا وسيلة اعلام او موقع من النشر القضية جاب سيرة اهم وسيلة استخدمها عمر في النصب على الناس واكتساب ثيقتهم وهي انه كان زابط جيش مع ان كل قصة من قصة المستريحين التانين كانت بتتكلم عن خلفياته وكواليسه ونصاته السابق الاعلام اطلق على عمر محمد فتحي لقب مستريح الموظفين وكأن يعني بقى المستريحين كانوا بينصبوا على تلامز التبتدائي وياخدوا منه مستندوتشات بل خود عندك دي الاعلامية منع رائي عملت تحقيق عن قضية العقيد عمر وسجلت مع بعضه ضحايا والناس استنوا ان الحلقة تتعرض وفي الموعد المحدد اتفاجوا ان منع رائي طلعها تتكلم في حاجات ملهاش دعو بالموضوع والسبب هو ان الحلقة منعت من العرض وطبعا سبب المنع سهل انك تستنتجه وهو ان عمر بينتمي للمؤسسة اللي ماينفعش حد يجيب سيرتها ولا سيرة حد من رجالتها مهما عمل المؤسسة اللي ما بتخرجش غير ملايكة ونبلاء وابطال مع ان مايعبش اي مؤسسة ان يطلع منها نمازج فاسدة ده طبيعي لاننا بشر ده حتى القرآن الكريم اتكلم عن مواقف عملها بعض الصحابة الكرام وعاتب بعضهم بل عاتب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في صورة عبسة مثلا فهل بقى الجيش شايف نفسه احسن من النبي والصحابة والنفوق العتاب بلاش يعمل استيشهاد بالنبي والصحابة الدول الكبيرة بتحاكم مش بس ناس من ولادها استغلوا اسمها في جرائم بل بتحاكم قيادات ومسؤولين وحكام فرنسا مثلا حاكمت رئيسها السابق ساركوزي في قضايا فساد يا راجل ده اسرائيل العدوة سابقا يعني حبست رئيسه وزراء سابق هو ايهود أولمرت في قضايا فساد ونتنياهو نفسه مهدد بالحبس المهم قضية العقيد عمر وصلت زي ما قلنا للمحكمة الاقتصادية لكن حتى جوه المحكمة كان فيه مشهد تاني غريب يقول ان فيه تمييز بيحصل بين الناس المشهد ده هو ان واحد من ضحايا عمر حاول يتكلم خلال جلسة من الجلسات فالقاضي رفض وسكته نتيجة ده بعض الضحايا يأس وبطل حتى يحضر جلسات المحكمة وقاعد بحصيرته في بيته واستعود ربنا في فلوسه بس رغم التمييز ده من المحكمة اللي ان فيه مشهد تاني غريب حصل بس المرة دي المسؤول عنه هو الناس الضحايا نفسهم الناس اللي دفعوا دم قلبهم وشاء عمرهم لعمر الناس دول استخسروا يوكلوا محامين كفاية عشان يطرفوا عن حقهم في القضاء كل اللي كان بيحضر عن الضحايا عدد قليل من المحامين غالبا ما يزيدوش عن اثنين او ثلاثة لان كل واحد من الضحايا بيقولك اما شوف هل المحامي اللي موجود هيجيب حق موكله ولا لأ ولو عارف يجيب الحق انا كمان هوكل محامي في المقابل عمر كان معاه تسع محامين من عتاولة المحامين في مصر وتلاقي ده فعلهم من فلوس الناس نتيجة الوضع ده محدش من الضحايا استرد فلوسه او جزء منها على القلب رغم الحكم على العقيدة عمر بالسجن سبع سنين وطبعا انت اكيد بتسمع في مصر عن العفو الشرطي واللي بيتطبق في اغلب قضايا النصب وهو ان المحكوم عليه بيطلع مع انقضاء نص المدة العفو ده لو عمر حصل عليه يبقى كده الرجل اتدلع اخر دلع ومش بعيد تلاقيه طلع يكمل مشواره في النصب من تاني يعني نصب على الناس ولاف منهم مليار ومتين مليون جنيه مرجعش منهم حاجة وتعامل في الاعلام بشكل اقل بكتير من باقي المستريحين اللي زيه ونتيجة انه ظابط سابق في الجيش وكمان يطلع عفو بعد نص المدة يا حلاوة موضوع العقيدة عمر محمد فتحي الظابط المهندس السابق في الجيش والنصاب المسجون حاليا فيه اكتر من بعد او زاوية بيقولولك ان الوضع في مصر اسوأ من كل خيالاتك اولا التعامل الاعلامي الخفيف معه بسبب انتمقل الجيش اللي بيقول ان فيه تحصين وتمييز لمؤسسة كاملة ولكل ابنها حتى السوابق منهم ثانيا عدم رجوع فلوس الناس لهم لغد دلوقتي وده بيطرح سؤال هو الفلوس دي راحت فين وهل عمر عشان اتسجن كام سنة هيحتفظ بالفلوس دي ثالثا ان طمع الناس مستمر وان ظاهرة المستريحين مكملة معانا كمان شوية وده اخطر ما في الموضوع بس طبعا الناس ده طبيعي الناس من حقها يكون عندها طموح المشكلة مش في طموح الناس المشكلة في ان هم عايشين في غابة في بلد ما فيهاش قانون ولا منظومة واضحة يشتغلوا فيها في بيئة كل شيء فيها غامض فبيكتر فيها من الصديق ونشوفكم على خير ان شاء الله انتم عارفين انا عايزكم تعملوا لايك وشير ليه مش عشاني لا 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 ده عشانكم من دوم عشان بحبكم من دوم